هو الغشة هو انا لو غشيت في الامتحانات حرامة. يا شباب. انا بس الاسلام قل حديث واضح. من غشنا اصحاطه ما تغشش. اصحاطه ما تغشش. عادلات اللي بتعاود يغش في الدراسة. بيغش بعد كده لما يتجوز. بيغش بعد كده اولاده. بيغش بعد كده في الشغل بتاعه. هقول لكم معنى جميل. هقول لكم معنى جميل حلو انا سمعته زمان. كنت في الزمان لما سمعته كنت متشدد اول بقى حتى مع نفسي طبعا. بس انا بلزم نفسي لا الزم به غيري. اه سبحان الله كان قال فيه انتو عارفين فيه حديث اللي انا بصلى الله وسلم يقول ايه? اذا استطعمكم الامام فا اطعموه. يعني ايه الكلام ده? يعني لو ايه الامام بيصلي. ووقف عندي اية معينة ومش عالف يكمل فايه? فاتكملوله ده هي ده المعنى. فحد جابها وراح جابها على ايه? على مساحة ايه? طيب لو انا النهاردة قاعد في الامتحان مثلا وفعلا انا مذاكر وربنا سوى تعالى فعلا فعلا يعني نسيت فحد بس عاوز اقول لحد صاحبي اديني الحتة بس اللي ايه? اللي ايه? اللي ايه? اه انت جادة تقوم تركالة خليك تفتح لك الموضوع ده مفيش انا مشكلة. انما انت بقى انا مسلا كان ليه واحد جنبي مني ايه انا زمان وانا سن عيسى كده. ده بقى امطلع البراشيم من كل حتة ايه ابني في ايه? قال لي انت مالكش علاقة بيه انت متبص ليش. لا شوفها يا شباب اوعى احد يغش. اوعى. غشات وجبت تلاتين في المية الحمد لله. تلاتين? بص شوفها يعني غش. وخلي بالك. ويفضل كمان ويفضل عيسى خلي بالك ويقنب في نفس طول عمره. اه. لا يا شباب بصوا بصوا يا شباب. يعني ليه انا احط نفسي في موطن الضعف ده? انا زاكر. ليه احط نفسي? ما بقولك زاكر وما بقولك نفسك من المذاكرة لغاية ما تبقى مش عارف ايه? انا قدراتي بتجيب ان انا زاكر ساعتين. صح? زاكر الساعتين. انما انت ما بتزاكرش خالص. وعاوز تدخل وتغش ومش هتمش عارف.